أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل العميد حسين همداني أحد أبرز قادة الحرس الثوري مساء أمس في مدينة حلب شمال غربي سوريا وقالت وسائل أعلام إيراني إن الهمداني قتل على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية أثناء تأديته مهمة استشارية وذكر بيان الحرس الثوري الإيراني بأن العميد حسين همداني كان أحد أبرز القادة الميدانيين في جبهة القتال الإيرانية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال السنوات الأخيرة وقد شغل همداني منصب نائب الجنرال قاسم سليماني قائد فيلخ الخدس التابع للحرس الثوري الإيراني وشارك همداني في الحرب العرقية الإيرانية بين عامي 1980 و 1988 وتولى منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عام 2005